أي حركة تحرك المصلي في صلاته؟ يمكن أن نحكم عليها بأن حركة محرمة كالأكل الشرب الحركة الكثيرة حتى تظن غير مصلي الضحك القسم الثاني حركة مكروهة الالتفات اليسيد الحركة المباحة يعني يتحرك لك اللي حاجة مثاله سقط من جيب شيء من الأموال مثلا وأخذها بسرعة حركة مستحبة إذا تحرك كانت الصلاة أكمل وأكثر في الأجر كسد الفرج في الصفوف حركة واجبة حركة واجبة إن لم يتحرك كانت الصلاة باطلة يعني أنت أو أنت تصلي الآن وجدت نجاسة وجب عليك أن تخلع هذا إلا كانت الصلاة باطلة كسد الفرج في الصفوف أو على العمامة كسد الفرج في الصفوف كسد الفرج في الصفوف ترجمة نانسي قنقر